ما الذي يمكن أن يقدم عليه ترامب لطالما هدد بافتعال المشاكل بافتعال أزامات هل من الممكن أن يقدم ترامب على مثل هذه الخطوة برأيكم؟ أنا سأقول لك الآن سيذهب ترامب للقضاء هذه الخطوة متفق عليها انظر هذه الناحية مهمة جدا متفق عليها جمهوريا بمعنى الحزب الجمهوري الآن في داخله هم يعرفون أنه ترامب خسر الانتخابات لكن من الناحية القانونية هم لديهم كل الحق في أن يذهبوا للقضاء وسيذهبوا للقضاء إذا القضاء حكم لصالح الديمقراطيين أو لصالح النتيجة الحالية أي أن كانت آنذاك سيكون الخيار على الحزب الجمهوري هل ويلي هو عفوا الخيار هل نبقى مع جنون ترامب في العناد المستمر بلا أي أسس قانونية أم سنعترف بأننا خسرنا الانتخابات أعتقد أن هذه القضية مناطم الحزب الجمهوري إذا الحزب الجمهوري وصل إلى درجة من التعقل والمنطق وإلى آخره وقال نحن خسرنا الانتخابات بعد القضاء هذا سيحدث بعد القضاء هذه الخطوة الاعتراف ستحدث بعد اللجوء للقضاء وبعد أن يقول القضاء كلمته والذي أنا أعتقد وأقول لك الآن ستكون لصالح النتائج الحالية لن تغير شيئا إذا فعل الحزب الجمهوري ذلك سيسقط في يد ترامب سيصبح من الصعب عليه جدا وليس من المستحيل أن يقف لوحده دون حزبه في معاندة نتائج الانتخابات هو مستعد أن يفعل ذلك وسيفعل ذلك لكن ستكون معظم مصادر قوته قد سحبت منه إذا حزب تخلى عنه ترجمة نانسي قنقر